لما يجي واحد يتكلم يقعد بس يتكلم عالطرق مشروع الطرق 6-7-8-8-8-8 كيلو طرق يخيل الى السامع انه مصر بس يكون لفلوس راحة في الطرق ياه ده حاجة عظيمة جدا ويبقى مبسوط جدا لما اجي اقول مصر في 6 سنين عملت مشروع الصرف الصحي في المحافظات وفي القرى وقال ايه ده حاجة عظيمة جدا مصر عملت مشروعات تنقية المياه كان محطة المياه وقال مشروع عظيم وكأن مصر ما عملتش غيره اجي في المباني الاجتماعية والمساكن واسكان الشباب وغيره الاقي كم مليون واحدة سكانت عملت لما عدنا نجيب المدن الجديدة كم مدينة 16-17 مدينة جديدة والعاصمة الجديدة كل محور من هذه المحاور يستطيع المرء مننا ان يظن ان مصر في 6 سنين ما عملتش غير ده بس المواطن لو احنا جدنا المواطن من جبله مثلا في وسائل الإعلام نتكلم على مشروع الاسكان الاجتماعي احنا نتكلم من جيب الصور والرز بيفتتح المدن الجديدة وبيفتتح الاسكان المناطق المديلة العشوائية الى اخره يخيل للناس انه مصر بس في 6 سنين عملت هذا الكم الهائل من مشروعات الاسكان ومشروعات التعمير في 14 اصيوت الجديدة المنصورة الجديدة العاصمة الجديدة كل الامنية الجديدة كل ده العالمين الجديدة يخيل انه مفيش غير كده اللي اتحامل وانا بكلم الناس يعني انا بكلم كل الناس كل الشعب المصري بقول له افتكر بس واحنا ممكن يعني بسرعة يا شباب والله لو انتم معايا كده اتجيب الحاجات دي يعني احنا بتكلم بقول لو احنا صورة في اعين الناس ببص بلاقي فقط اسكان الاجتماعي على مدار 6 سنين فاتت والله ده كثير ده مشروع عظيم جدا فعلا في 6 سنين استطعنا اننا نبني قاعدة قاعدة للاسكان الاجتماعي طيب لما اجي بعد شوية اتكلم اقول والله يا جماعة احنا عملنا مدينة عملنا اسمها جامعات جديدة كم جامعة اهلية وكام 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 كل جامعات في 6 سنين وبعدين اي كي اعمل طرق في 6 سنين اي كي اعمل موضوع بتاع اختشافات الغاز والبترول في 6 سنين اي كي اعمل السكة الحديدة وال مشروعات اللي تمت في قطاع السكة الحديدة ومترو الانفاء والكباري والطرق في 6 سنين كل ده اه القناة سوسي جديدة في 6 سنين انا بتكلم بفكر المشاهد الكريم بقول له ما تم انجازه والله مش عنوان والله مش كلام والله مش نوع من التسويق والله ما نوع من التبضيل والله ما نوع من المجاملة انا قاعد بفكر معاكم انا كل ده اللي جابني للكلام اللي بقوله خبر الرئيس النهاردة وهو بيستقبل امين عام منظمة السياحة العالمية فبقوله هو الراجل المنبهر ليه انا باسأل نفسي هو راجل جاي واحنا محتفين به عشان محتاجين نفتح البلد سياحية طب هو الراجل جاي مصر ليه لانه لا ان مصري فيها جديد ايه جديد اللي في مصر الاسر ما هي هي يا جماعة والدنيا هي ابص بمنطق وبعين مجردة الاقي عندي عنوين او مشروعات من اثنين ماخدش موجودة اصلا ده اللي لفت نظر انا بتكلم قدام حضراتكو دلوقتي يعني فعلا دلوقتي مشروع الجلالة لسه كان اصدقائي في الايام اللي فاتت احنا جلالة بيحكولي اساطير عالجلالة وجمال المنطقة والطبيعة والجير العالمين انا وانا رايح مرسم اتروح شفت مدينة العالمين انا منبهر والله وكأني يعني مين لا في منهات في نيورك البنايات العملاقة والابراج العملاقة اللي موجودة في العالمين الجديدة حاجة تدعو مش ممكن واختيار اهاتي دي العالمين قدامنا الصور الله يفتع ليك يا ابراهيم وفتع ليك يا استيس صلحة البنايات اللي قدامنا اللي احنا جلالة الله يفتع ليك يا استيس اعطيه البنايات العظيمة اللي قدامي دي دي صنعها المصريين بفكر مصري والارض موجودة بالمناسبة من الاف السنين هي الارض موجودة مين اللي فكر وخد القرار ونفذ وتابع وحاسب وطلعت بهذا الشكل العملاق مين قدامنا اوه انا بطرق الحكم للناس بطرق الحكم الاهلين في كل مكان في بحري وفي القرى وفي الصعيد وفي القاهرة وغيره ده اللي اتعمل واحد هيجي لوقتي بيتفلسف قاعد نايم على ظهر ومسك التليفون عمل يقول بيتكلم على العالمين اللي هيسكن في العالمين الجديدة يا سيدي انا مش هسكن فيها ولا انت هسكن فيها هيسكن فيها مستثمر هيسكن فيها واحد مختدر بيتفع فيها فلوس عشان اعمل الناحية التانية من دول وانا ماشي على الطريق لقيت اسكن شباب يعني قاعد العالمين الجديدة في الطريق وانت رايح ما تروح على ايد اليمين المدينة اللي انتشافينها العظيمة دي على ايد الشمال مساكن اسكان اجتماعي متوسط للمتوسط المستوى ومحدود الدخل موجود على الناحية الشمال بناخد فلوس من اليمين نحطها في الشمال عشان الناس انا بتكلم ببساطة عشان الناس اللي شغلتهم بس يدور على كل حاجة يدور فيها مشكلة يدور على كل حاجة فيها نقد ياسيدي انتقد براحتك بس انا بنقل الحقائق المفروض لما تشوف صورة بهذا الشكل لمدينة العالمين الجديدة المفروض تفخر وتبقى سعيد اللي دي موجودة في بلدك ادي ادي هي دي كانت موجودة يا جماعة دي كانت ارض مرمية بلا صاحب ارض ملك الدولة غير مستغل استغلت وتعاملت العالمين الجديدة بشكل عاصمة جديدة لمصر عاصمة مصر الشمالية انا بقول كانت اسكندرية عروس البحر الابد المتوسط امتد الى وجه الاسكندرية الكتير من فاكرين وتعالية ومشاكل وغير وغير وزارة سكانية في الاخر امتناد الطبيعي الاسكندرية غرب الاسكندرية اللي هو مدينة العالمين الجديدة زي القاهرة دخلنا شرق القاهرة دخلنا العاصمة الجديدة الى اخيرة دي مدينة العالمين لما جاي اقول العالمين ما كانتش موجودة قبل ست سنين خلص كل ما يدور في زهن الناس على كلمة العالمين الحرب العالمية والمتحق بتاع الحرب العالمية دلوقتي العالمين بقت حاجة بسم الله ما شاء الله حاجة اجتماع شفتوا انتوا الوقت مجلس الوزراء واجتماعاته هناك وغيره في العالمين ما كانتش موجودة دي اضافة المين اضافة للجيل الحالي اضافة للجيل اللي جاي مدينة الجلالة نفس الكلام الجلالة شيء يفوق الخيال مدينة الجلالة شيء يفوق الخيال شوفوا ايه شغالين ادي ادي شغالين والله بينحطوا في الصقر الدولة المصرية بتنحت في الصقر وعايزين بس المصريين يبقوا راضيين يبقوا سعداء يفرحوا باللي بيحصل انا للمصريين ان يسعدوا بما يتم انجازه على ارض مصر آن للشعب المصري أن يفخر بما يتم إنجازه على أرض مصر